الأقلام إذا احنا زرعناهم بشهر واحد أو بشهر اثنين نقدر ننقلهم بعد ثلاث شهور تقريبا إذا صار نعدنا بهاي الكتافة وإذا صار الأقلام بيهن جدور حاليا حتى ننقل الأقلام لازم نحط صابعنا بهذا الشكل وبعدين نقلب السطل بهاي الطريقة وبالنسبة لموعد زراعة أقلام التين لازم نزرع بالشهر الواحد أو بالشهر الثاني حد أقصى قبل شجرة التين ما يتبلش تفتح الأوراق نقص القلم تقريبا بطول 10 أو 15 سنطي بهذا الشكل من الأسفل لازم يكون القص جالس ولازم بعد القص نغسل المادة الحليبية حتى ما تعفن بالتربة وبعدين نجي على حيالة التربة موجودة عندنا بما أنه عندي التربة حمرة طينية راح استخدمها وأزرع بيها وأنت تقدر تزرع بكل أنواع التربة الموجودة عندك نعب السطل بهذا الشكل وبعدين نغرس الأقلام بعمق 4 أو 5 سنطي وبعدين نسقي مباشر بعد غرس الأقلام وبعدين كل أسبوع لازم نسقي مرة شايفين أقلام التين هذن أنا زراعتهم من فترة صحي ما عندي أرض لكن أنا من محبين الزراعة كل ما أشوف شجرة التين كويسة أحب أخذ منها أقلام وزراعهم مثل ما لكم شايفين هذن الأقلام أنا زراعتهم تقريبا من شهرين وصارا بهذا الارتفاع بعد ما زراعت الأقلام قطيتهم بقنينة بلاستيك بهذا الشكل سبحان الخالق قدموا نموهن سريع رفعا القنينة لفوق بهذا الشكل حاليا بدي أكشف لكم عن الأقلام وبعدين بدي أنقل كل قلم على السطل لحال هذا السطل زراعت بيه تقريبا 6-7 أقلام وحاليا بدي أنقلهم صحيح أنا ما عندي حديقة وما عندي بيت عربي وما عندي حديقة أزرع بيها شجر لكن سبحان الله أحب استحلي الشجر ولما أزرع الأقلام لما أخذ أقلام من شجرة كويسة وأزرعها وينجحها عندي أوزعها أعطي لهذا الصديق وهذا الصديق طبعا الموضوع هدية مو موضوع تجاري هذا التين من أفضل أنواع التين تين سوري حبة التين تصير صفرة كبيرة وقلبها مليئ بالعسل والتين السوري معروف مقاوم للأمراض وبنفس الوقت حلو حلو كثير وبإمكانه نزرع وسقي وبإمكانه نزرع وعذي مثل ما لكم شايفين كيف الأقلام صارا بهذا الارتفاع اللهم صلي على نبينا محمد ورقة التين تصير مثل إذن الفيل قدموه كبيرة أنا ليش قطيت أقلام التين بقنينة بلاستيك مشان يكسبن حرارة ورطوبة ومثل ما لكم شايفين من خلال الحرارة ومن خلال الرطوبة النمو صار عندي سريع جدا أنت لما تزرع قلم وتقطيه بقنينة بلاستيك شنو رح يصير رح تحبس الرطوبة ومن خلال أنك حبست الرطوبة للقلم شنو رح يصير العصارة داخل القلم ما رح تتبخر والقلم قد منطول وقد منطولت جذوره ما رح يبس لأن العصارة تخزنت تحت قنينة البلاستيك أما إذا أنت زرعت الأقلام وما قطيت بقنينة بلاستيك شنو رح يصير من خلال الهواء ومن خلال أشعة الشمس القلم بده ينشف يعني إذا تأخر القلم ما عطاك جذور من خلال الهواء رح ينشف القلم ورح يبس الأقلام إذا احنا زرعناهم بشهر واحد أو بشهر اثنين نقدر ننقلهم بعد ثلاث شهور تقريبا إذا صار نعدن بهاي الكتافة وإذا صار الأقلام بيهن جذور